الحقيقة معالجة مثل هكذا مسألة لا بد أن نؤكد على مسألة الدوافع ما هو الأمر الذي دفع إيران إلى أن تأخذ بمبدأ توسيع الجبهات يعني مبدأ تعدد الجبهات في منطقة الشرق الأوسط كان واضح العراق، سوريا، لبنان، حتى فلسطين ووصولا إلى اليمن لكن لماذا تم تبني هذا الخيار في هذا التوقيت والإعلان عنه؟ علما أن اتفاقية التعاون استراتيجي بين فنزويلة وبين إيران وقعت منذ عام 2022 بمعنى أنه كان هناك سقف زمني ممكن أن يصار إلى الإعلان عن هذا الخطط لماذا في هذا التوقيت؟ لسببين أساسيين الأول هو قرب التغيير السياسي الذي سيؤثر بشكل كبير جدا على سياسة الولايات المتحدة الخارجية مع مجيء الجمهوريين سواء كان ممثلا بالرئيس ترامب أو بديلا عنه فإذن صعود الجمهوريين بات حتميا في الولايات المتحدة المسألة الثانية والتي هي بالحقيقة يجب أن نقرأها بدقة عالية جدا أنه إيران في هذه المرحلة تعاني من ارتخاء قبضتها في منطقة الشرق الأوسط وما عادى محور الممانعة والمقاومة الذي لطالما راهنت عليه جغرافيا وتعبويا قادر على أن ينفذ أو يمرر طموحات إيران في تحقيق تماس مع حوض البحر المتوسط وهذه معادلة مهمة لا سيما فيما يجري في العراق من متغير سياسي أدى بشكل كبير جدا إلى تغيير في مواقف قوة كانت تعد أنها حليفة إلى إيران وتتبنى خياراتها بل تنفذ عمليات مشاغلة وتعرض للوجود الأمريكي وتطالب بخروج الولايات المتحدة من العراق الآن هي التي تمثل ائتلاف الحاكم الذي يؤثر في الحكومة الحالية وسياساتها ونجد أن سياسة الحكومة الحالية ماضية باتجاه التماهي مع تعزيز التحالف السراتيجي مع الولايات المتحدة إذا انتقلنا إلى مسرح الأحداث في سوريا كل يدرك حقيقة أن هناك جفوة بين النظام في سوريا وبين إيران وماذا يعني ذلك؟ أنا في تقديري أن التحالف السراتيجي بين روسيا وبين سوريا هو تحالف دولة أي بالمعنى حتى إذا حصل طارئ وتغييرا في النظام فهي تمسك الأرض وتؤثر في الاستثمار وفي التواجد وفي الانفتاح العسكري ضامنة لعبارة أنها حليف دولة في حين إيران حليف لضام فإذا ما غير النظام من سياسته وغير من بوصلته من إيران باتجاه العمق العربي وإحنا لاحظنا كثير من المواقف تشيئ إلى أنه بدأ نظام الرئيس بشار الأسد يتجه إلى دول الخليج وقضية يعني العودة إلى الحضن العربي باتت واردة فضلا عن ما يجري في لبلان في لبلان يعني في تقديري في لبلان الوضع على مستوى الجبهة الداخلية والواقع الاقتصادي ليس بعيدا عن فنزولة الجبهة الداخلية ضعيفة والقناعات غير متحققة في أن يذهب حزب الله إلى تبني خيار الحرب الاقتصاد مهزوز بل على مشارف الانهيار وبالتالي حينما يتخذ قرار الحرب من قبل حزب الله فهو يقرأ استباقيا أن هناك جبهة رخوة قد تكون فيها معارضة وفضلا عن اقتصاد لا يؤهله لإدارة المعركة ولذلك هو حتى حينما يناور بأساليب وبعمليات توصف أنها عمليات محدودة إذن تقلنا إلى فنزولة فمسألة إيجاد خط شروعه للتأسيس لقوة تعبويين يجب أنه نميز بين التعبئة البشرية والتعبئة التقنية بشريا ممكن دولة لديها ميول إلى حليف موسكو وبالتالي هي معبئة ضد الولايات المتحدة وهناك تنظيمات شبه رسمية في الدولة ممكن تعبئتها وجعلها موجهة ضد الولايات المتحدة لكن كيف ستجهز بقدرات تسليحية قادرة على أن تتخطى مئات الكيلومترات لأن المسافة بين كما تفضلتم بها الـ 1800 إلى 2000 كيلومتر تحتاج إلى بلنة تحتية وحتى نتحدث عن البلنة تحتية في فنزولة لابد أن نقول أن هناك تقنية هناك حاجة إلى خبرات وإلى مصادر فضلا عن الحاجة إلى الدولار أنا في تقدير توجه إيران إلى فنزولة هي لتعويض التلاعب في سوق البترول كما تحركت الولايات المتحدة الولايات المتحدة في عام 2019 كانت لها كعقوبات مشددة على فنزولة ولكن بعد الأحداث مع روسيا وقطع تدفق البترول إلى الولايات المتحدة مالت الولايات المتحدة إلى فنزولة وعطتها فرصة أو أرادت التعقد معها صفقة أن تخفض العقوبات مقابل أن يتدفق البترول البنزولي إلى الولايات المتحدة ولكن هو بالأساس كم تنتج فنزولة نعم تمتلك احتياط البترول كبير ولكن تقنية الإنتاج فيها متراجعة جدا وبداية وبالتالي هي تنتج عام 2020 كانت لا تتجاوز لسب الإنتاج 560 ألف برميل يوميا وهي نسبة جدا متواضعة تم رفعها في عام 2021 مع قدرات وتعاون وكذا إلى 650 ألف برميل يوميا وهي أيضا قدرات محدودة فإذن الدولار والدولار الذي هو يستخدم من قبل الولايات المتحدة السلاح في المعركة إذن نصل إلى حقيقة مؤدهة أن الولايات المتحدة الآن تقاتل في استراتيجية ردع مزدوجة يقدم فيها أصالتهم الجهد الحرب الاقتصادية ثم الرديف الحرب العسكرية فلذلك في حسابات هبادي إذي بدي هو التركيز على الجلبة الاقتصادية كيف تستخدم الدولار في إسكات مثل هكذا تهديد ثم إذا خرجت الأمور عن السيطرة أنا ذاك ممكن أن يجري استخدام الجهد العسكري تعبويا بمعايير محدودة جدا أي بمعنى الحرب المفتوحة يعني لا ترغب بها الولايات المتحدة ولا تتبلها كخيار في هذه المرحلة